اشتركوا في القناة أول شي هم كانوا عندين بيتتعرف من بينهم شو هي الشلة وإحنا فهنا من نعرف شو اللي بيميز الشلة عن الأغنية الشلة الشلة الإماراتية قصدكم أكيد الشلة الإماراتية تتميز بدون تتأدى بدون آلات بدون آلات موسيقية بدون آلات موسيقية بس صوت فقط تأدى لحن ترافع ومهم لحن وصوت بس أما الأغنية تختلف تدخل فيها عود تدخل فيها آلات موسيقية ومكبرات صوت بالبداية هذا الفرق بالبداية أحمد لما كانت دعوة أم تسألك الشلة الإماراتية لأنا ما بعرف فيه غير إماراتية في فرق مثلا من باقي دول الخليج بتختلف شلة من بلد لبلد الشلة الإماراتية والعمانية نفس الشيء ما تختلف هي الشلة أما في السعودية تختلف الشيلة بدخلوا عليها آلات موسيقية كبرات صوت آلات حماسية فنحن نقدمها بدون آلات ما إننا عندنا مثلا أحمد خلني أحكي لك شوية على اللي بيحصل في مصر صباح الخير الأول كل ساونت طيب ويتسايند عليك بيتم مثلا بيجي مجموعة فرقة يكون معهم مثلا دف عارف اللي هو الأطفاف الكبيرة أو الطبلة مثلا وبيبقى دال هو رئيس المجموعة زان بيقولوا عليه والأغانية بقى مش الشعبية لا اللي بتتغنى في الحرات مبين الأهالي عرف ليه يا عروسة يا عروسة والحاجات دي كده ده كمان بيصير مع الشلات أو ده اللي بيحصل ولا ليها رأسة معينة ليها أغانية معينة دينا التكنيك دينا سر المهنة بتاعت الشلات هذه فرق تكون فرق مجموعة تديها تدخل فيها الآلات مثل الآلة اللي قلتها أنت تدخل فيها فتعدها في الأفراح تقريبا يمكن نتوفرها هنا بس ما ممكن أنتكم تتأدوها بس نحن ما بمتوفرها طيب أنتو بتعملوا يعني إشرح لنا أنتو نحن عندنا الرزفة عندنا الحربية عندنا الشلات بعد نديها في الأفراح في المناسبات في الأعياد في العراس ونديها بعد على مسيطة وعلى رزفة يعني وأغانية معينة مثلا أنتو بتغنوها يمكن أنا بتذكر واحد منها ما بعرف إذا هي للإمارات أو لدول الخليج بشكل عام وما أعرف إذا هي تعتبر شلة صبوحة خطبها نصيب هل هي تعتبر شلة أو لمائلها علاقة أظن أنها غنية صبوحة خطبها نصيب لا هذه مبشلة مبشلة الشلة مثل ما خبرتش قبل في البداية تعدى صوت بس حيلا طب بتسمعنا حتى نقدر نعرف أكتر شو هي مثلا ملامح الشلة الإماراتية طبعلكم طيب أسمعكم شلة بعنوان كشخة العيد قول محلاك وانت بكشخة العيد ويا زينه الحناع يمناك كلك حلايا قايد الغيد والزين ياخذ من محياك يزهى عليك الثوب ليديد يلي عن الباقي نحلاك وصايفك في كل سنة تزيد مزيون ما حد مول يسواك ودي بشوفك فول العيد ما دام قلبي حيل يهواك وموايهت يمناك لعيد والعيد هو عيدين وياك والعيد هو عيدين وياك لا كتير حلو يعني مو محتاجين على سنة تزيد في مخصصين بكشلات للعيد للأفراح لمناسبات خاصة مين بيكتبون؟ بيكتبهم الشاعر عندكم بيكون بيغني معكم بيقدمكم الشاعر نفسه بيغنيها لا إذا يكون الشاعر يغني في شعراء يكتبوا يغنوا في شعراء بس يكتبوا في فنان تاري طب انت بتعمل ايه؟ انا اكتب وغني حلو حلو يعني هذا الكشخة العيد كلماتي وغناي طب ممكن وادعي شلة هي مبغنية ممكن تكون فرقة يعني ممكن حدا اكتر من شخص مثلا نشاركوك فيها ولا لازم كل واحد لحظ الشلة شخصة وشخصين يدوها حلو كمان فيك تسمعنا شلة يمكن شيء مثلا بعيد عن العيد خلينا نروح شوي للشلات الغرامية العاطفية فالكم طيب اقول كل شيء هون وانت مات هون يا غلاتي ويا أنا عمري ومناه أعشقك وهواك يا عمري بجنون خلوا وصلك ما اتصل طول الحياة لو تغيب أيام يذبحنا الشجون والعمر والله ما عطيه جه بلاه ذا جنون الحب وعيونه جنون ويالحالي من عيونه ومن حلاه الشعر منشوح ومغاط المتون والخدود بروق منشدت بهاه الشعر منشوح ومغاط المتون والخدود بروق منشدت بهاه كل شعري لي كتبت واللحون كلها فدوا العيونه والغلاه كلها فدوا العيونه والغلاه اله حلوه الغزر الشل بس قديني قادر راعي الشل انه يؤدي كامل الاغنية بس بمساحته الصوتية لانه خالي من الادوات الموسيقية فالاعتماد الكل بيجي على صوته وتوزيعه بالاغنية خلينا نحكي اكتر عن هذا الموضوع كيف تقدر انك تخلي صوتك هو كامل متكامل مش بحاجة اي ادوات تساندو الصوت نفسه يعني يتمل على الفنان يشل فلازم تكون عنده مساحة صلطية اكيد اكيد هذا اساسي الصوت همشي لازم تكون عنده قدرة يد الشلة عنده نفس يكون عنده يعني الحنجرة وتكون الصوت بعد طيب اما فيه عاد ناس ما يقدر يشل عرف كمان احنا نسمع مثلا عن سوري الراب مثلا دايما بيكتبوا راب بيكون فيه قضية او فيه هدف عايز يوصلوا الشلات يعني بس بتستهدف الاعراس او بتستهدف الجلسات العادية ولا احيانا بتكتب موضوع قضية بتحاول تحلها من خلال الشلات اكيد الشلات في كل النواحي تنكتب في كل العناوين يعني في كل مناسبات تقدر تكتبها في حفل تكتبها في عرص وطنية اكيد وطني اكيد شي اساسي فيه شلات وطنية انا مضبوطة لا بس كان دخل العود ودخلها طبل هادي بتكون اصلا انت حضرتك اللي قالك هادي الشلات الاماراتية ما ما ادخلها موسيقى بس انا بتذكر كان فيه عود وكان فيه طبل هل هي هادي اصص يعني داخل جديد تجربة او ممكن تكون صعودية او من هادي اغنية عود وقاعة اغنية تكون بالظبط يعني هي الشلات انك انت تاخد شعر وتغنيه بدون موسيقى بدون موسيقى الشلة بدون موسيقى تقدى نهائيا بس مجرد ما دخلت اي اهلي موسيقى صار اسمها غنية صح؟ غنية او شيلة طب هي بحكر بس على الشباب يمكن هل في صبايا بغنه اكيد اكيد بس يمكن اكتشغل شباب بس اكثر شي شباب يعني يمكن تلقى قلة في النساء يقدمين شو اصل الكلمة الشلة الشلة والشلة شن اصل الكلمة يعني شلت اصلا من التلعب يعني بس اصلا شو هي يعني ليش سميت هيك مثلا احنا عندنا الدبكة بتقوم بتدبك بتعمل غزل الغزل بيعمل شعر كمان نفس الشي اصلا الكلمة اصلا الكلمة يمكن يشيل بمعنى يبدأ او مثلا يرتفع بصوته لانه يمكن الشلة تحتاج مساحة صوتية وبالحنجر يحتاج يرفع صح نسمعكم نسمعكم شلة بعنوان عام التسامح ياريت اقول له عام التسامح والتسامح من الدين والحمد لله حن على نهج الاسلام نبينا وثم الصحابه مواصيين وشيوخنا سووا للمسامح عام حنا في دارنا اعتلت على الميازين وله التسامح منهج طول الايام وعلى نهج زايد مشينا وماشين وخذنا من اقواله وافعالها حكام شوفوا امارات العطاء والفخر وين على الشوامخ باسمها الترف الاعلام في حكمة شوخ الوفاء والميامين المركز الاول ودوم قدام المركز الاول ودوم قدام ودوم قدام جميل جدا يعني حلو كمان انه الوحد يحتفل بالمناسبات هي الكبيرة مثلا بشلة مثل هاي بتلاحظ انه كمان نوال مثل البوم متنوع على العيد فيه شلة خاصة للعيد للغرام فيه شي للغرام وبعام التسامح حلو كانت الشلة بس كمان بدنا شي هيك بحس انا انه يمكن طبيعة الشلة كتير فيها شجن وحلو لو كانت بنوع من العتاب عندك شلة فيها عتاب باركم طيبي ياريت اقول يليت الوقت يجمعنا هذه قبل مقدمينها عندكم بنجددها مرة ثانية يليت الوقت يجمعنا انا وياكي الغالي يليتك دايم قبالي يليت الوقت يجمعنا تصدق كم انا حبك وكم اشتاقلك في اليوم تصدق يا بعد روحي غيابك حيل بعثارنا اشوف ان العمر قربك سعادة ولي هنا وفراح وشوفك غيمة ايامي وبالاشواق تمطارنا وبالاشواق تمطارنا سواء هيا انت كاتبة؟ نعم بيصير فيه تجمع للشباب يصير فيه نوع من التباري بينه وبين بعض مثل بالكويت فيه راحة عن بالي بس بصير فيه تباري مثلك مثل الشعر نفس المجارات يعني او المشاكه ايوه يصير يصير بين الشعراء ويقدموها الشليلة يعني مثل اسمها القلطة بالكويت بسموها القلطة القلطة بيصير بيطلعوا اثنين فريقين ويصيروا يردوا على بعض مثل المبارزة يمكن اصدقها نفس ما قلت لكم ايوه والشلة فيها قدمها الشخصين وصير فيه مسابقات اكيد اكيد يعني احمد الوشاحي قلت ختامها مسك لليوم وطبعا نورتنا ونورت صباح الخرية وطن سعدنا كثير بوجودك وبنعيد ونقول عيدك مبارك وان شاء الله يكون يومك جدا سعيد برفقة اهلك واحبابك احنا لازم ناخد سناف معاك وتغنينا شلة وبهيك بنكون خلصنا فالكم طيب وانا اللي اتشرفت وسعت بتواجدوا اياكم نحنا الاسعب يا عام فالكم طيب نسمع الله حكم اقول المواجع يا ابن عمي شديده هو اللي علي عتيات وعنيده شل يا حماد عساهم يسمعونك ردد بصوتك بيات القصيدة شل قلبي من الغزلان ضامر شيلت اللي يشل السيف بيده قبل لا توه في نظرات عينه توهتني تقاسم الفريده عود رمان العقام يتهزع ايت رف رفك صفحات الجريده كأن خسره لمنهم على حظي كلهم عوج والخطوة تسيده مثل حلمان تقصدني وتركني اذكرك اللحظة واستعيده شفت يا مافر